مرحباً فيكم جميعاً مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف العاشر وصلنا معكم لآخر درس في مدى تلسيزياء للفصل الثاني والدرس هو الدرس الرابع من الفصل السابع بعنوان تطبيقات المجال المغناطيسي طبعاً إحنا هذا الفصل كان شغلنا الشغل المجال المغناطيسي تكلمنا عن المغناطيس المجال المغناطيسي وبعدها تكلمنا عن العلاقة بين التيار والمغناطيسي العلاقة بالمختصر إذا بدأ أوصف لكم بعد الدرسين السابقين أخذناهم العلاقة أنه تيار بعطيني مغناطيسية ومغناطيسية تعطيني تيار تمام الآن في الدرس الثاني أخذنا عن الأثر المغناطيسي للتيار الكهربائي حكينا أنه التيار بولد لي مجال مغناطيسي وحكينا عن أنواع المجال سواء كان دائري أو سلك مستقيم أو ما شابه ذلك في الدرس الثالث تكلمنا عن العلاقة بين المغناطيسية تمام والتيار وحكينا أنه المغناطيس والمجال المغناطيسي ولد لتيار في الظاهرة هاي اللي سمناها الحث الكهروميلاتيسي كثير مهم أنه نذكر أنه المجال الميلاتيسي لما ولد لتيار هاي الظاهرة من سمية إحنا الحث الكهروميلاتيسي لأنه اليوم راح نشوف تطبيقات أغلب تطبيقات على ظاهرة الحث الكهروميلاتيسي تمام؟ فإذا نبلش فإذا بعد ما تعرفنا على المجال الميلاتيسي وأثاره والعلاقة التبادلية بين التيار الكهربائي والميلاتيسي سنتعرف اليوم على بعض التطبيقات العملية المستخدمة في الحياة اليومية للمجال المغناطيسي إذن في عنا تطبيقات للمجال المغناطيسي شو منستفيد مني؟ الآن طريقة الشرح الدرس هتكون كالتالية رح أحط أنا تطبيق تطبيق ورح أقسم التطبيق لأكثر من قسم أول شي نعرفه إيش هو نحكي المبدأ اللي بيشتغل عليه نشرح أجزاؤه بعد إيها نحكي إيش طريقة العمل تمام؟ المبدأ اللي هو المبدأ العلمي وطريقة العمل كيف يشتغل فعليا على الحياة اليومية تمام؟ فاليوم رح نتحدث عن ثلاث تطبيقات لمجال المغناطيسي أولا المحرك الكهربائي تمام؟ طيب المحرك الكهربائي اختصارا هو جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية بوجود المجال المغناطيسي تمام؟ لهون إيش؟ خلينا نوقف إذن هو جهاز بعطيه أنا كهرباء بيحول ليها لحركة تمام؟ بوجود المجال المغناطيسي يعني لازم يكون إيش المجال المغناطيسي موجود؟ ليش؟ عشان يشتغل من خلال الحفظ الكهرباء مغناطيسي تمام؟ إذن بيحول لي كهرباء لطاقة حركية أو طاقة ميكانيكية بسميه تمام؟ أنتوا احفظوها لطاقة حركية بمعنى إنه هو محرك بمعنى إنه هو بعطيني إيش؟ حركة إيش المبدأ اللي بيشتغل عليه؟ المبدأ اللي بيشتغل عليه يعتمد عمل المحرك على ظاهرة إيش هي هاي الظاهرة؟ هاي الظاهرة هي من نتائج الحفظ الكهرباء مغناطيسي وهي الظاهرة هاي يفهموها معاهي السلك الذي يمر فيه تيار كهربائي يتأثر بقوة عندما يغمر في المجال المغناطيسي خلينا نفهمها شوي شوي هاي إذا كان أنا عندي سلك تمام؟ وحطيته سلك فيه تيار خلينا نرسمها ها إذا كان أنا عندي سلك تمام؟ هاي السلك هيك نرسم سلك الزير وهذا السلك كان فيه تيار شو حناك؟ تمام؟ فيه تيار إذا أنا حطيته في مجال مغناطيسي تمام؟ بتأثر بقوة بيصير لإيش؟ حركة وإذا أثرت عليه بقوة رح سير فيه حركة تمام؟ فإذا هاي الظاهرة هي من نتائج الحث الكهرباء مغناطيسي تمام؟ طبعا إحنا ما رح ندخل بتفاصيل كثير هون لأنه أنت رح تخذها في عليا بالتوجيه بالتفصيل لكن بنت أشرح لكم إياها ببساطة هيك بسرعة ما هو شوف إذا كان أنا عندي سلك فيه تيار تمام؟ التيار رح يولد لي مجال مغناطيسي مزبوط هون إذا متذكرين أيام الدرس الثاني بتحط إيش؟ الإبهام بيعمل لك إيش؟ مجال مغناطيسي بهذه الطريقة تمام؟ الآن هذا مجال مغناطيسي مزبوط إذا أنا بحط السلك اللي فيه تيار هذا مجال مغناطيسي ثاني هذا هو إذا هيك مثلا نفترض رح سير فيه تفاعل بين المجال مغناطيسي هذا والمجال مغناطيسي هذا ورح يأثروا على بعض إيش؟ بقوة تمام؟ كيف المجال الكهربائي لشحني بيأثر على إيش؟ الشحني مثلا الشحنة الإختبار هاي اللي حتينا عنها؟ هون نفس الفكر بس هاي الظاهرة مسميها إحنا إيش؟ هاي من نتائج يعني الحث الكهربائي مغناطيسي تمام؟ خلينا نفع الموضوع أكثر من خلال الرسمة أجزاء المحرك الكهربائي في أبسط أشكال المحرك الكهربائي يتكون من مغناطيسين دائمين ثابتين إذن إيش؟ ثنين مغناطيسي يعني مغناطيسين هاي المغناطيسي واحد هايو هاي المغناطيس الأول هاي المغناطيس داني تمام؟ ملف قابل للدوران على شكل مستطيل هذا بنسميه إحنا ملف هو عبارة عن سلك فلير بس إحنا عامل له إيش؟ على شكل إيش؟ ملف يعني ممكن تكون مستطيل أو دائم فهو عبارة عن سلك موصل للتيار تمام؟ مصدر للتيار بمعنى آخر بطارية هايها تمام؟ وفي عندي إيش اسمه؟ نصف الحلقة النحاسيان هذول بنحكي عنهم الآن تمام؟ هم عبارة عنهم هم عبارة عن حلقات أو نصف حلقة هنا نحاسية تمام؟ بدور لهم هدف معين الآن طريقة العمل بدأ أشرح لكم إياها أوليش عن رسمة بعدها إحنا نحن نحكي عنها مدحين إذن هذا هو المحرك الكهربائي في أبسط أشكاله المحرك الكهربائي فكرته كالتالي أنا عندي نستخدم لون هنا تمام؟ أنا عندي بطارية هاي البطارية بتولد لتيار مزبوط من الموجب للسالب هاي تيار التيار بطريقة ما تمام؟ بدخل وبيجي على هذا الملف مزبوط مش هذا هو ملف إيش؟ موصل كله موصل وهي لهذا الجزء موصل هون حاسيا معنطه موصل فبدخل التيار هون إلى أن التيار هذا الملف هون محضوط في مجال مغلاطيسي منتظم المجال مغلاطيسي منتظم كيف في المجال الكهربائي المنتظم؟ إذا أنا جيبت مغلاطيس هون تمام؟ هون عندي أنا جنوب كمان وهون عندي شمال فإذا جيبت قطبين مختلفين راح يكون لي مجال مغلاطيسي منتظم بهاي الطريقة طبعا هذا المجال المغلاطيسي إيش؟ المجال المغلاطيسي هذا موجود سواء فيه تيار أو ما فيه تيار هون موجود لأنه خلص أنا جيبت مغلاطيسين وحطيتهم إيش؟ على بعد مسافة معينة عن بعض فراح يكون لي مجال مغلاطيسي بهاي الطريقة الآن قبل ما يصير فيه تيار في هذا السيليك المجال المغلاطيسي موجود فيش تفاعل بينه وبين أي شي ثاني الآن بعد ما يصير فيه تيار بهذا السيليك تمام؟ راح تحصل لي ظاهرة بسمية إحنا الحث الكهربائي المغلاطيسي أو بمعنى آخر راح يكون فيه قوة بتأثر على السيليك من مين؟ من المجال المغلاطيسي إيش؟ الثابت هذا القوة هاي إيش راح تسوي؟ راح تخلي هذا الملف يدور فرح يبلش يدور بهاي الطريقة تمام؟ وهذا إيش؟ يدور بهاي الطريقة تمام؟ فبتلاحظ كيف إيش؟ راح يبلش يدور تمام؟ طبعا شو منستفيد إحنا من دورانه؟ منستفيد حركة فإحنا منحول الكهرباء هاي اللي بتيجي هونة تمام؟ يعني بنبذل أو بنعطي طاقة كهربائية من خلال البطارية وبتتحول لحركة طبعا شايفين هذا محور الدوران مشبوك وين؟ مشبوك بالحلقات هاي ونصف الحلقات بمعنى آخر أن أنا بقدر أشبك هنا إشي وبخلي إيش يدور تمام؟ ففرضا لو أنا شبكة إيش؟ بتعرف المروحة مزبوط أي مروحة في الدنيا تشتغل على هذا المبدأ؟ بحط هنا إيش؟ فرشات تمام؟ طبعا إذا دار هذا مهجوف إذا ملف بدور معنته هذا رح يدور كمان تمام؟ فإيش اللي بصير؟ بصير عندي مثلا مروحة هايها بالدور بتعطيني إيش؟ طاقة حركية يعني طاقة حركية وبعطيني استخدام أنا بكتنى تمام؟ فإذا هذا هو فكرة المحرك من اسمه محرك بمعنى أنه بعطيني طاقة حركية تمام؟ بمكن هاي غيرتها للميكانيكية لأنه بصراحة بديكم تحفظوها بهذه الطريقة طاقة حركية تمام؟ إذا هو بيحولي الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية من خلال إيش؟ من خلال الملف المغمور في مجال مغناطيسة لو سألتني ليش طيب الملف بتحرك بحكي لك هذا الآن أنت ما رح تفهمه التفصيل رح تفهمه التوجيه لكن ببساطة لأنه ملف بصير فيه مجال مغناطيسة تمام؟ الملف هذا لما يمر فيه تيار بصير فيه مجال مغناطيسة والمجال مغناطيسة تحركوا بطريقة الماء في التوجيهي رح تحسب لوين بتتحرك لأي جهة تتحرك تمام؟ وكم القوة المؤثر عليها كم نيوتن ما هي قوة نيوتن تمام؟ وهكذا فإذن مصدر للتيار كهربة بعطين إياها في الملف والملف إيش؟ حركة تمام؟ طيب هذا هو الطبعا هون ليش بكتب لك مغناطيس دائم؟ لأنه في مغناطيس مجال مغناطيسي مؤقت اللي حكينا عنه وين هذا بتكون؟ اللي هو بتفاعل أصلا مع الدائم في التيار تمام؟ فإذن عند مرور تيار كهربائي في أسلاك الملف يولد مجال مغناطيسي من اللي بولد؟ الملف نفسه ويتفاعل هذا المجال مغناطيسي مع مجال المغانط الدائم المغانط جمع مغناطيس تمام؟ فبتفاعل مجال مغناطيسي تع السلك مع المجال المغناطيسي تعمين بتاع الدائم يعني اللي حطينه مما يجعل الملف يدور باتجاه محدد ويعمل نصفال حلقة النحاسيان على تغيير اتجاه الملف في كل نصف دورة كي يستمر الملف بدورانه باتجاه واحد ويعمل نصفال حلقة النحاسيان بيعملوا على تغيير اتجاه الملف في كل نصف دورة كي يستمر الملف بدورانه بتجاه واحد شو يعني؟ الان انا عندي القوة هاي رح تفهمها برضو بالتوجيه القوة لما يصير فيه عندي انام قوة بتأثر على السلك كما يسميها احنا القوة المؤثرة على السلك بالمجال المغناطيسي رح يوصل الملف لهون بعدها بطبيعة الفيزيا تاعت القوة هاي رح يرد اذا تركناه لحاله رح يرد ايش؟ رح ترد تأثر عليه القوة بايش؟ بشكل عكسي فاللي بيصير كالتالي اللي بيصير انه انا لما الف لما يلف الملف هذا هذا الجزء بيصير هون وهذا الجزء بيصير هون يعني هم عاملينهم ايش؟ قابلين للدوران هذول نصفال حلقة النحاسيات بحيث انه الاول مثلا كان عند السالب لاحظ هون عند الموجب الان ايش اللي بيصير فيه؟ اللي بيصير فيه انه السالب رح عند الموجب والموجب رح عند السالب طب لما تصير هاي الحركة التيار نفسه بنعكس بدل ما يكون مثلا رايح لهون بصير رايح بالتجاه الآخر لما يصير رايح بالتجاه الآخر بتصير القوة عليه بالعكس فبيكمل مش حيرجع لأنه صارت القوة عليه إيش بالعكس تمام فلما يرجع ويرد ينزل لهون بترد إيش هاي تلف برد يرجع شكل التيار هيك فهذا إيش بيظله مش خمسين مرة في الثانية ممكن يكون أكثر بس على فرض خمسين مرة في الثانية إيش اللي بيصدر فيه مثلا بيظلوا هيك يدور وينعكس يدور وينعكس فخلصوا بيظلوا إيش دورانه بي بيعني باتجاه ما يعني لما إحنا نطلع عليه ما بيبين معنا أنه فيه إيش بنعكس وما شبه ذلك لأنه هو كثير سريع هاي الحركة تمام فالفكرة إنه إيش بوصل لهون تنعكس هاي الحلقات برد إيش يكمل وهكي بيظلوا دورانه في نحو الراحة لأن القوة المغناطسية إذا وصل لهون وما دارت هاي الأقطاب تمام أو يعني فعليا هي الأقطاب برد يرجع متاحك تمام فهذا هاي الموضوع إن شاء الله بتفهمه أكثر لقدام فهذا هو عمل نصفا الحلقات النحاسيان فإذا قل لك مثلا ما عمل نصفا الحلقات النحاسيان في المحارج الكهربائي بتحكيله تغيير تجاه الملف في كل نصف دورة كي يستمر الملف بدورانه باتجاه واحد تمام إذن هذا هو المحرك الكهربائي إله استخدامات طبعا في الحالة يومية ولا ش من التطبيقات لأنه إله استخدامات فيستفاد من الحركة الدورانية للمحرك في تشغيل كثير من الآلات مثل المروحة والغسالة وبعض الألعاب الآن في كثير من الأشياء اللي نحن نستخدمها في حياتنا اليومية مبدأها قائمة على المحرك الكهربائي أبسط إشي ممكن تلاقي يفتح لعبة من الألعاب الأولاد اللي صار تمام اللي تشترع الكهرباء وحتلاقي فيها محرك صغير جدا زي هذا المحرك هذا محرك صغير جدا 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 تمام هاي فكرته سلكين توصلهم بالتيار التيار إيش بروح هنا هون طبعا عندي أنا مغناطيس إذا فتحته هتلاقي مغناطيس هيكا تمام عبارة عن حديد هيك ملفوف نحاس وطبعا هذا المغناطيس بس إيش بس يمر فيه بس يمر فيه تيار تمام في الملف اللي موجود فيه ببلش إيش يدور خيب فبدور لك هاي هاي بيكون عليها طبعا إشي إحنا اللي بدنا نحركه بدنا مثلا مروحة بدنا اللي بدنا إياه لعبة بدنا نخلي إيش حرك العجلات مثلا تهمين على كيف مرات تكون له من هون ومن هون طيب فهو حط لك المصدر هون عشان يورجك قديش هذو المحرك الصغير لكن مش بس هو المراوح اللي إحنا منشوفها تمام أغلبها إذا مش كلها بيشتغل على مبدأ المحرك الكهربائي المحرك الكهربائي نفس الإشي أنا بحط تيار التيار إيش بيحرك الملف الملف أو بوصل للملف أولا بعد إيها الملف بتفاعل مجال المناطيسي مع المجال الدائم اللي موجود فيه فإيش اللي بصير فيه بتحرك المروحة نفس الإشي الغسالة الغسالة ما هي أشهية ما هي حركة بالآخر هسا أكيد محرك المروحة غير عن محرك الغسالة غير عن محرك الألعاب الصغيرة لكن إيش هو نفس المبدأ فبحكي لي يختلف حجم المحرك باختلاف طبعا الغرض من استخدامه في وجه الصغير والكبير فإذا هذا أول تطبيق وهذا هو فعليا أحلى تطبيق قريبا ف اسمه المحرك الكهربائي تمام الآن نعنده ثاني تطبيق اسمه المولد الكهربائي تمام المولد الكهربائي الآن المولد الكهربائي فكرته عكس فكرة المحرك الكهربائي المولد الكهربائي هو جهاز يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بوجود المجال الميراطيسي تمام يعني هو بيحول حركة لكهرباء طبعاً كلهم بوجود المجال المناطيسي إيش مبدأه؟ يعتبد عمل المولد على ظاهرة برضو هي من نتائج الحث الكهرباء المناطيسي وهي أثر المجال المناطيسي تمام؟ في توليد قوة دافعة حثية وتيار حثية حكينا عنها هاي خلينا نشوف قبل ما أشرح لكم أجزاء المولد خلينا أشرح لكم فكرته عشان توضح هاي الفكرة تمام؟ هو فكرة توليد قوة دافعة حثية وتيار حثية بدنا إحنا نولد كهرباء عشان أشرح لكم ليش هاي هي أجزاء طيب الآن عندي المولد الكهربائي الآن المولد الكهربائي فكرته كالتالي فكرته إنه أنا عندي مغناطيسين دائمين هذا نفس الإشي عندي الملف المستطيل هذا نفس الإشي الآن ما عندي مصدر للتيار ليش؟ لأنه فكرة المولد نفسه إنه هو يولد ليه تيار فأنا ليش بدي أعطيه تيار يعني فاهمين كيف؟ فاهمين عليه كيف؟ أنا بدي منه تيار أصلي اسمه مولد معنا إنه هو بولد تيار تمام؟ إيش اللي بيصير فيه؟ في عندي أنا محرك مثلا خارج هنا ببلش أنا أحرك فيه بطريقة ما بشبكه مع ماتور أو ما شابه تارك بغض النظر لما أحرك رح يتحرك هذا الملف داخل المجال المغناطيسي لما يتحرك الملف داخل المجال المغناطيسي بتولد فيه تيار تمام؟ هذا التيار إحنا منستفيد منه تمام؟ لاحظوا كيف التيار هايو إيش؟ تيار إحنا منستفيد منه منأخذه وإيش؟ منودي على مثلا دارات كهربائية بدنا إياهما شابه تاري تمام؟ طيب فإذا هو فكرته إنه طيب ليش لما يتحرك؟ ما إحنا حكينا أصلا إلى درس السابق حكينا في الحد في الكهرباء المغناطيسي إنه عندي أنا شغلتين بتوليد للسيار حسي حركة سيلك أو ملف داخل مجال مغناطيسي أو حركة مغناطيس بالقرب من سيلك أو ملف دائري تمام؟ فأنا لما أحرك السيلك تمام؟ بدون تيار سيلك ما فيه تيار جماعة السيلك هذا أنا بسميه سيلك تجاوزا تمام؟ لأنه فعلي عبارة عن سيلك الملف إذا بدكم الملف ما فيه تيار ما فيش بطارية هايو أنا ما فيش عندي أي مصدر للتيار بس أحركه سبب الحركة بعطيني إيش تيار وهذا تيار منذكرين سميناه تيار حسي تمام؟ تيار حسي وإذا منذكرين هذا من صفاته أنه هو تيار متناود متناود تمام؟ أو متردد تمام؟ فهو إله إله طريقة معينة مرة بيجيب هاي الاتجاه مرة بيجيب هذو الاتجاه مرة بيجيب هذو هم إيش؟ بوصلوا فيهم بيوصلوا في المولد أسلاك تمام؟ وهونا دور الحلقات الفلزية هاي قبل كان عندي أنا نصف حلقات محاسية بس كان إيش وظيفتها تعكس لأقطاب البطارية تمام؟ احفظوها هيك إنتم الآن هون الحلقات الفلزية هاي يعني وظيفتها غير وظيفتها إلا أنا أشبك فيها أسلاك تمام؟ وأخذ إيش؟ أخذ التيار بنا فعليا دا استفيد بالتيار بأخذ تمام؟ فإذن نرجع لما أحكي لك المولد الكهربائي هاي أش أجزاء وبتحكي للمولد الكهربائي دائمين ملف قابل الدوران وحلقتين نحاسيتين مش نصفها حلقتين حلقتين نحاسيتين فيين دي مصدر للتيار؟ لا ليش؟ أنا بدي هو اسمه مولد ليش بدي أحط فيه تيار؟ أنا بدي أخذ منه تيار تمام؟ فإذا ناية الفكرة يعني ما عندي أنا هون بطارية لأنه هو مولد أصلا طيب طريقة العمل عند دوران الملف دائمين تتولد بين طرفي الملف قوة دافعة كهربائية حثي تمام؟ وينشأ عنها تيار حثي متناوض والحلقتان أنه حاسيتان توصلان أو توصلان التيار من الملف الدوار هذا إلى أسلاك التوصيل الخارجي تمام؟ إذن هذا هو المولد والاستخدامات مثلا من ضمنها توليد الكهربائي لاحظ إيش اللي بصير عندي مش حكينا قبل المراوح تشتغل على إيش على المحرك الكهربائي يعني أنا في عندي إشي عكسي عكس المراوح فبحكي لي من استخدامات المولد توليد الكهرباء مثل استخلال طاقة الرياح الحركية لتوليد الكهربائي باستخدام المراوح الكبيرة الآن لو بدي أشغلها هاي المروحة نفترض بها مروحة صغيرة هاي مش مروحة صغيرة هاي من مراوح الطواحين هاي بيسموها تمام؟ المولد الكهربائي لو بدي أشغلها بحط فيها محرك مزبوط بحيث أن أنا أولد تيار وكذا طيب لو بدي أنا أستفيد من طاقتها الحركية بحط فيها مولد لاحظ المولد إيش اللي بصير فيه هذا إيش طاقة حركية بتدور بتدور لي معها مين؟ بتدور لي معها الملف الملف وين بدور؟ في مجال مغناطيسي هاي شايفينو هذا هذا مغناطيسي لما دور في مجال مغناطيسي إيش اللي بعطيني؟ بعطيني طبعا تيار والتيار هذا إحنا بنستفيد منه للمنازل منولد كهرباء وما شابه ذلك طبعا المولدات المولدات يستخدموها مثلا في الأردن أو أي مكان بتعتمد مبدأها نفس الإشي يعني مولد كهربائي طبعا ما بتكون شكلها زي هيك هذا المولد الوسيط لكن نفس المبدأ عندي أنا ملف ضخم بيكون وبدور إيش مجالات مغناطيسية برضو ضخمة بتكون تمام؟ طيب الآن هذا هو أهم جزء من الدرس يعني أهم جزء من الدرس نعرف الفرق بين المحرك الكهربائي ومولد الكهربائي هذول الجهازين أو تطبيقين عكس بعض بيظل عندي آخر إشي تطبيق الثالث راح نتعرف عليه بس ما إلو دخل في المحرك والمولد هذك اسمه محول فأنا بدي تركزوا على الكيورج كلمات مستحية لما أحكي لك محرك اعرف أن فيه أنت حركة بتتحول لكهرباء بتتحول لك مولد معنى أني بدي إيش كهرباء فهذا السؤال قارن بين المحرك الكهربائي والمولد الكهربائي من حيث التركيب أجزائه يعني الوظيفة يعني تحويل الطاقة المختصر إيش الطاقة اللي بخذها وإيش الطاقة اللي باطنية طريقة العمل والاستخدام طبعا ما مش ممكن جيب لك الامتحان له القد الكبير لكن ممكن عادي يعني أنت المهم تعرف المعلومة فمثلا المحرك راح ألاحظ أنه في عندي مغناطيسين ملف قابل لدوران مصدر للتيار نصفها لحلقة محاسيان أهم شيء المصدر في المحرك لأنه هذة اللي بفرقوا عن المولد بشكل أساسي المولد مغناطيسين دائمين ثابتين ملف قابل لدوران ما شابه ذلك يعني أنت بس تحفظ واحدة منهم تعرف الفرق يعني لو حفظت هاي خلاص تروع المولد فيش تحويل الطاقة المحرك حكيت لكم كهرباء إلى حركية بدي أنا حركة ما هو اسمه محرك يعني بحرك مولد لا اسمه مولد بمعنى أنه بعطيني كهرباء يولد طريقة العمل طبعا عندي هون تفاعل مجال مغناطيسي المتولد من تيار السلك مع المغناطيس الدائم يعني عندي مجال مغناطيسي بتولد السلك بتفاعل بمين مع المغناطيس الدائم يجعل الملف يدور باتجاهه الثاني عند دوران الملف نفسه بعطيني إيش تتولد بين طرفي الملف قوة دافعة كهربائية يعني أنا بدي أدور الملف بس بدون تيار بدي أخذ منه تيار الاستخدام تشغيل الألات لدس المحرك والمولد من اسمه توليد الكهرباء تمام طيب الآن بعد ما طرفنا على المحرك الكهربائي والمحول الكهربائي تعرفنا على الفرق بينهم من خلال الجدول ومن خلال الشرح لآن رح ندخل على تطبيق الثالث وهو المحول الكهربائي المحول الكهربائي من اسمه هو بيحول لي إشي فالمحول الكهربائي هو جهاز يعمل على رفع الجهد الكهربائي من قيمة منخفضة إلى قيمة مرتفعة وبهاي الحال يسمى محول رافع أو من قيمة مرتفعة إلى قيمة منخفضة ويسمى محول خافض إذن هو اللي بيحوله هو قيمة الجهد الكهربائي طيب لش احنا بنحول قيمة جهد الكهربائي الآن الجهد في المنازل في الأردن تمام؟ بيشتغل على 220 فولت تمام؟ طيب لكن الأجهزة الكهربائية مش كلها بتشتغل على 220 فولت بعضها قد يحتاج إلى جهد أعلى قد يصل إلى 2000 فولت مثل مصابيح المتفلورة تمام؟ اللي هي النيون لكن تسميتها النيون خطأ هي علمية تمام؟ وأجهزة أخرى قد تحتاج إلى جهد منخفض يصل إلى 3.7 فولت تمام؟ لاحظ قديش المنخفض بالنسبة إلى 220 فولت مثل الهاتف النقال يعني أنت لما تصل التليفون بالشاحن جهد الشاحن قليل جداً تمام؟ لأنه الشاحن بسيط يعني مش هدارات الكهربائية العظيمة هي فيها وكمان وحدة الفولت وحدة مش صغيرة تمام؟ فـ 220 فولت تعتبر إيش؟ تعتبر إشي ضخم بالنسبة لشاحن أو بالنسبة لأدوات بسيطة فلذلك إحنا بدنا إشي يخفضنا للجهد أو يرفع لنا الجهد وهذا هو المحول الكهربائي أجزاء المحول الكهربائي بتكون من ملفين ملفات اللي هي ملفات أسلاق ملف نسميه ملف ابتدائي وملف ثانوي وقلب حديدي تمام؟ يلتف عليه الملفين والآن رح نشوف كيف شكله الآن هذا هو المحول الكهربائي تمام؟ هذا اسمه القلب الحديدي تمام؟ وهذا اسمه ملف ابتدائي هايو ونون واحد هو عدد لفات الملف الابتدائي وهذا اسمه ملف ثانوي ونون اثنين هو عدد لفات الملف الثانوي تمام؟ الان الملف اللي ابتدائي من اسمه دائما بوصل مع فرق الجهد تاع المنزل يعني مثلا بوصل بالبريز تمام؟ يعني التيار اللي بوصله لاحظوا ان البوصله التيار التيار اللي بوصله مصدر فرق الجهد كهربائي متناول بمعنى هذا المصدر هو البريز تمام؟ بعطيني تيار وبعطيني ايش؟ فاكل تيار ايه جهد اكيد بعطيني الجهد تاعي التيار اللي بوصله 220 فولت تمام؟ طيب فبوصل التيار اللي جهده ايش؟ 220 فولت الان انا اشرح لكم مبدأ عمل اللي هو المحول الكهربائي الان عندي بوصل تيار تمام؟ هذا التيار متناوب الان خلينا نفترض انه تيار عادي مش متناوب نشوف شو اللي بدوصل الان عندي انا تيار بمشي بدخل على هذا الملف ملف حكينا حكيناها في الدرس الثاني اذا دخل تيار على ملف زي هيك تمام؟ هذا سميناه ملف لولبي رح يكون ايش برأيكم بتذكرين انه رح يكون مجال مناطيسي تمام؟ وحسب قاعدة اليد اليمنى اذا بتعملوا ايش بتعمل الاصابع باتجاه هاي الاسهم بصير عندي انه هون على شمال هون عندي جنوب بالمعنى انه بتكون ايش مجال مناطيسي تمام؟ الان مجال المناطيسي اللي بتكون حكينا انه بتناسب كمان طرديا مع عدد اللفات واشياء زي هيك صح؟ طيب يعني كل ما زادت عدد اللفات كل ما زاد قيمة المجال مناطيسي خلينا نفترض انه هذا هو المجال المناطيسي بدي اوصله انا لهون طبعا هو ايش؟ من الشمال للجنوب فاعتقد هيك هو اه تمام فهي ساهمه انا طيب الان وصل التيار اللي من المنزل هذا المتناوب على الملف في الاول كون مجال مناطيسي الان في عندي ظاهرة حكينا عنها انه اذا حكينا عنها في الدرس الثاني انه اذا حطيت سيليك انا او ملف داخل مجال مناطيسي بتكون فيه ايش؟ بتكون فيه تيار حثي طيب مش هذا مجال مناطيسي؟ تمام؟ ومر وين؟ مر جوه هذا الملف لما يمر المجال المناطيسي بهذا الملف بكون تيار التيار هذا تيار حثي مثلاً كون لي ايش؟ كون لي تيار بهذا الطريق تمام؟ التيار هذا بمر بوصل لوين؟ بوصل للجهاز اللي احنا بنايا بنا نستخدم طبعاً وبيشغل لي فانا ايش؟ نقلت التيار من هاي الجهة لهاي الجهة عن طريق المجال المغناطيسي تمام؟ طبعاً خلينا نعيد الموضوع الملف الاتدائي دائماً موصول مع البريز نبسطلكم إياها يعني والبريز بعطيني 220 فولت متفقين عليها بوصل التيار تار 220 فولت بالملف الأول بيكون مجال المغناطيسي المجال المغناطيسي بيأثر على الملف الثاني أو الثانوي احنا سميناه تمام؟ بقوة دافعة حثية تمام؟ قوة دافعة حثية القوة الدافعة الحثية هاي بتكون لي تيار حثي بشغلي الجهاز بشغلي التيار الحثي الجهاز فاشوف ايش اللي بدو يصير خلينا عهاي طيب ماش نشيلها ماشي مشكلة الآن عند توصيل ملف الابتدائي للمحول بمصدر جهود متناول جيم واحد اللي هو المنزل بالمختصر يتولد مجال المغناطيسي متغير حوله لاش كلمة متغير هاي معنا؟ كينا بتولد مجال المغناطيسي شو متغير؟ الآن راح نشوف ايش يعني متغير تمام؟ نفترض انه بتولد مجال المغناطيسي فتخترق خطوط المجال المغناطيسي القلب الحديدي والملف الثانوي يعني بتوصل على ملف الثانوي مولدة فيه قوة دافعة كهربائية حثية جيم 2 ما احنا حكينا في زمان تذكر قوة دافعة الكهربائية البطارية حكينا انه هي ايش؟ هي نفسها فرق جهد نفس الاشي قوة دافعة الكهربائية الحثية هاي ما هي فرق جهد فعليا لو ما فيه فرق جهد بين اطراف هذا الملف كان ما تولد فيه طيام فعندي فرق الجهد الاول من البريز نفسه فرق الجهد الثاني ايش؟ اللي حيشتغل عليه الجهاز وفعليا فرق الجهد الثاني راح نسميه احنا فرق جهد الجهاز راح يشتغل عليه الجهاز هذا فرق جهد المنزل تمام؟ جيم 2 اذا انا هي قيارت من جيم 1 لجيم 2 حكينا جيم 1 اذا بدك تاخذ المنزل فهي ثابتين 222 جيم 2 حسب الجهاز حسب الجهاز تمام؟ اذا هون هاي الجهاز وهاي نسميها احنا مثلا المنزل عشان تكون الصورة ايش؟ واضحة بالنسبة لكم بمعنى اخر اذا انا عندي شاحن تعرفوا الشاحن هو زي هيك شاحن تليفون تمام؟ اعترض انه هو بهالطريقين مش هذا هو الشاحن وطبعا له ايش؟ له سيلك وسيلك بنوصل بالتليفون مزبوط بسطلكم اياه الشاحن هذا المحول موجود وين؟ داخل الشاحن هون تمام؟ تمام؟ فناش نعجل الدنيا خلينا هيك فالشاحن بوصلوا ايش؟ اول ما يوصلوا التيار التيار هذا جهاز 220 فولت بس ما رح يوصلوا للتليفون 220 فولت التيار اللي رح مور بهذا السليك مش 220 فولت جهاز داعه فأيش اللي رح يصير؟ رح يكون انا عندي هون المحول هذا وكل هذا الحكي رح يصير بسرعة مش رح يقعد مليون سنة يعني رح يقعد ايش؟ يعني حكينا التيار المتناوب هذا خمسين مرة ايش؟ بالثاني بتغيّع فالآن بوصل ايش؟ بوصل هون الجهد الثاني فهون جهد الثاني بوصل بوصل الجهاز فعلا لما احكي لك مشبوك هذا الملف الثانوي بجهاز هذا هو الجهاز تمام؟ فهاي هي الفكرة للمحول فعندي انا جيم واحد جيم اثنين الآن طيب كيف بحول؟ يعني كيف شو المبدأ؟ المبدأ انه عدد اللفات هو اللي بحكم تمام؟ تختلف نسبة الجهد الملف الابتدائي الى الجهد ملف الثانوي باختلاف عدد اللفات بينهما بحسب العلاقة جيم واحد على جيم اثنين بتساوي هاي مسميها احنا نسبة تمام؟ اللي هي ايش؟ القسمة تساوي نون واحد على نون اثنين تمام؟ فإذا جيم واحد على جيم اثنين تساوي نون واحد على نون اثنين اذا انا عرفت الجهد الاولي عدد اللفات المحول بقدر اطلع كم رح يوصل للجهد الثاني تمام؟ تمام؟ فمثلا مثال واحد فاصل سبعة المثال بحكي لي كالتالي ماكينة حلاقة كهربائية عادي مكينة حلاقة لإحنا نستخدمها تحتوي على محول كهربائي كل أجهزة وأغلبها فيها محول كهربائي يعني إذا كان الجهاز بشتغل عمتين وعشرين خلص ما فيه تاعة بيقول لك محول أما إذا كانش بشتغل لا بدي أنا محول عشان ايش يحر يغير لي الجهد فمثلا المكينة أكيد مكينة ايش هي صغيرة يعني مش هالجهد اللي بتاعة فبتحتوي على محول كهربائي عدد لفات ملفه الابتدائي نوع اللي هو نون واحد هاي 1200 لفة إذا حكالي ابتدائي معناته نون واحد ايها وعدد لفات ملفه الثانوي 30 لفة تمام؟ 30 لفة يوصل ملف المحول الابتدائي ملف المحول الابتدائي مع مصدر جهد متناوم 222 اللي هو جهد المنزل ايها اعتقد مفهومة فما مقدار الجهد الذي تعمل عليه ماكنة الحلاقة اللي هو جيم اثنين كم جيم اثنين منطبق على القانون جيم واحد على جيم اثنين بساوي نون واحد على نون اثنين جيم واحد معي 220 جيم اثنين انا بديها تساوي نون واحد ألف ومتين عفوا على نون اثنين ثلاثين لفة هايها اللي هي ثلاثين لفة فايش اللي بسويه طبعا بتعمل عمليات رياضية بتعمل ضرب تبادلي بس قبل لضرب التبادلي ممكن تختصر فصفر مع الصفر بتصفي كالتالي جيم اثنين تصير 220 ضرب 30 خلينا نشي 220 ضرب 30 ايها هاي بتيجي لهون هاي ايش بتنزل مكانها مزبوط 220 ضرب 30 على الف ومتين طبعا بتسوي العمليات الرياضية هاي الصفر مع الصفر هون ايش الصفرين كمان هذولا لاحظ اطناعج لو اقسمها على ثلاث بصير اربعة والثلاث هاي بتروح بصير واحد بصير 22 على اربعة تقريبا خمسة واشي يعني خمسة ونص فولت تمام فاذا ايش حولت الجهود من الف ومتين عفوا من 220 فولت لخمس ونص يعني تخيل قديش ايش الماكنة جهدها كثير قليل تمام زي ما بنعرف هي جهود الاجهزة الصغيرة قليل نوعا فهذا هي الفكرة اذا الجهود اللي بيعمل على الجهاز ايش هو خمس ونص دائما الجهود الذي يعمل عليه الجهاز هو الجهود الثاني الجهود الاول هو جهود المنزل تمام اذا المحول فكرته بسيطة الى حد ما تمام لكن في مبادئ احنا ان شاء الله لقدام راح نسام يعني في التوجيه راح نفهم شو العلاقة بالضبط بين المجال المغناطيسي وبين عدد اللفة تمام وشو العلاقة بالمجال المغناطيسي وبين التيار راح يتولد في مثلا الملف الثاني اللي هنظل واحدة اشي اخير بدنا نشرحه اللي هو لما انا ادخل تيار هون على الملف الاول يتولد مجال المغناطيسي متغير ما حكينا لش متغير فالآن راح نشوف فالسؤال هذا بيحكيلي هل يمكن للمحول الكهربائي ان يعمل اذا وصل ملفه الابتدائي مع مصدر جهد مستمر يعني بدناش مصدر جهد متناوب مصدر جهد مستمر والجواب انه لا يمكن ذلك يعني انا لما اشبكوا مع مصدر جهد مستمر نسمي احنا دي سي او تيار مباشر زي التيار اللي بتطلع البطارية المحول ما رح يشتغل انا بحكي لكم ليش مبدأ الحث الكهربائي هذا انه لازم يكون عندي انا في حركة في تغير بمعنى ايه معنى بغير المجال المغناطيسي لما ايش ما هو شوف لما احنا كنا نجيب المغناطيس لازم ايش كنا يعني اذا انا ثبتت المغناطيس هذا ما رح ايش ما رح يصير فيه هنا مجال ما رح يصير فيه هنا عفوا انتيار تمام شفتوها هاي بالمحاكالة سويت لكم اياها اذا انا حطيت واتثابت ما رح يصير في او كذا دائما رح يتولد هون تيار اي اش بغير بغير رح يتولد تيار اما انا اترك وثابت ما رح يتولد تيار حسي فالان مصدر الجهد المتناوب عش بالسلسية بتغير خمسين مرة خمسين مرة تمام في الثاني الوحد بمعنى انه مرة بكون التيار هذا هيك جهته تمام مرة تولد مجال مغنطيسي هيك بهات طريقة مرة بتولد مجال مغنطيسي هيك هذا اللي تظل التناوب احنا ما سمي او المعكاس تمام هو اللي بولد لتيار حسي هون بولد لتيار حسي بشغيل للجهاز الان اذا اولدته من خلال خلص بس سويت حركة التيار زي البطارية موجب سالب خلص مجال مغنطيسي واحد بظل ايش مجال مغنطيسي ثابت خلص ما رح تولد هون عندي تيار حسي تمام لذلك لما انح كانت تولد مجال مغنطيسي متغير لانه اصلا التيار متغير اذا كان التيار متغير المجال المغنطيسي اللي حيت تكون لما ينعكس ايش جهة التيار برضه حيكون متغير فلذلك هل يمكن المحاول الكهربائي ان يعمل اذا وصل ملف الابتدائي مع مصدر جهد مستمر يعني بطارية فلا يمكن ذلك لانه مبدأ عمل يقوم على التغير في المجال المغنطيسي الذي ينشأ عنه تيار كهربائي حسي في حين ان التيار المستمر يولد مجال مغنطيسي ثابت خلص الشمال جنوب بتغير الشمال والجنوب فما بيولد لتيار حسي فذلك دائما المحاول يعمل على الـ AC اللي هو التيار المتناول اللي هو أصلا موجود في المنازل تمام اذا هكي نحن ننتهينا من تطبيقات المجال المغنطيسي تمام رح نحلل الاسئلة اولا بحكي لي اذكر اجزاء المحرك الكهربائي ووظيفة كل منها المحرك الكهربائي بتكون من 4 اجزاء اولا مغنطيسين دائما ثابتين تمام المغنطيس وظيفته توليد مجال مغنطيسي دائما يؤثر في الملف المغنطيس ووظيفته توليد مجال مغنطيسي لو حكينا البساطة الملف القابل للدوران وظيفته يتأثر بقوة من المجال المغنطيسي فيدور تمام المحرك ما فيه بدناش تيار يعني بس بدنا يدور لانه احنا مغنطي تيار فوظيفته قلب حديدي داخل الملف هاي مش مذكورة في الدرس لكن وظيفته تركيز خطوط المجال المغنطيسي داخل الملف تمام تصفاء حلقا وحاسيا بالمحرك كانت تغيير الأقطاب بمعنى تغيير تجاه التيار في الملف كل نصف دورة تمام قارن بين المحرك والمولد الكهربائي من حيث الاستخدام وتحولات الطاقة حكيناها فوق هاي بردت انا عدت هون كمرة تحولات الطاقة برسم المحرك بعطيني كهربائي يعطيني طاقة حركية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية مولد بالعكس تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة الكهربائية الاستخدام حكينا تشغيل بالنسبة للمولد من اسمه توريد الكرباء فسر كيف تنتقل الطاقة من الملف الابتدائي في المحول إلى ملف الثانوي حكينا الملف الابتدائي يصله تيار متناوب التيار المتناوب يولد مجال مناطسي في الملف المجال المناطسي في الملف يعني يؤثر على الملف الثانوي فلذلك يعني يتكون قوة دافع حثية في الملف الثانوي تعطيني ايش تيار حثي اذا تنتقل الطاقة كالتالي يتولد فعل التيار الكهربائي المتناوب في الملف الابتدائي مجال مناطسي متغير المقدار والاتجاه حكينا عنها ليش؟ ينتشر حوله وينتقل خلال القلب الحديدي إلى الملف الثانوي مما يولد تيارا كهربائيا حثيا متناوب تمام؟ طيب وضح نوع التيار الناتج عن من المولد التهربائي وما علاقة ذلك بالحلقتين النحاسيتين طيب دائما الحث الكهربائي ناطيس دائما أعطيني تيار متناوب متردد تمام؟ دائما ايش؟ يعني المولد لم يعطيني تيار هيعطيني تيار متناوب تمام؟ الحلقتين النحاسيتين توصلان من الملف الدوار إلى أسلاك التوصيل الخارجية حكيناها هاي حلقتين بتوصل التيار من الملف الدوار إلى أسلاك لكن التيار اللي بتكون هو تيار متناوب تمام؟ وممكن نخلي تيار عادي بإضافة ايش نصفها الحلقة اللي حكينا عنها فوق فهذا مذكور في الدرس انه بإمكاننا نغير تيار متناوب إلى تيار عادي لكن حتى لو ظل متناوب فكرة انهم بأخذوا ايش؟ أسلاك توصيل بأخذوا الخارج طيب تفكير ناقد خامسا بعض المحركات الكهربائية التي تعمل على تيار متناوب لا تحتوي على مغانط بداخلها يعني ما فيها مغلطيسين ثابتين لكنها تحتوي ملفات ثابتة وأخرى دوارة وأوضح كيف يمكن لها أن تعمل بدون وجود المغناطيس فبيحكي لي أنا بعض الملفات تتكون من هاي الطريقة بعض المحركات عفوا فيو ايش؟ هايو تمام وهذا قول وصول مع ايش؟ مع مصدر للطاقة مثلا بطارية لكن بحكي لي هو بدل ما يكون فيه هنا مش كان هنا فيه أقطاب بهاي الطريقة شمال جنوب تمام؟ لا هنا ما فيه أقطاب هنا لنا بس نحط هون عندي عشان تبين الصورة هون موجب هون سالب هون في عندي طيب طبعا حكينا الأجزاء هاي هذا ملف هذا ما شاء بحكي لي كالتالي بحكي لي بدل ما نحط هون مغناطيس وهون مغناطيس بحطه هون ملفات تمام؟ لا تحتوي مغارطة داخلها لكنها تحتوي ملفات ثابتة وأخرى دوارة تمام؟ وضح كيف يمكن لها أن تعمل بدون وجود المغناطيس طيب التوضيح كالتالي بكون أنا فيه عندي ملفات تمام؟ هذا ملف احنا نسميه دوار يعني أنا بخليه ايش؟ خليه يدور عادي مش مثبته بس أنا ممكن أحط ملفات ثانية ثابتة بهاي الطريقة بتكون تمام؟ تمام؟ لازم رسلناها بلون ثاني طيب نفترض ان هاي إيش؟ لفات اسلاك محوطة بكل هاي القصة بكل هاذا الملف فكيف تشتغل هاي بدون وجود المغناطيس؟ التفسير كالتالي التفسير انه هاي الملفات تكون أصلاً بشبوكة كمان مع مين؟ مع مصدر التيار فالآن إيش اللي بيصير؟ بس تكون هاي الملفات مشبوكة مع مصدر التيار ويدخل فيها تيار بتولد مجال ميناطيسي وإذا كانت هي ثابتة خلص بتولد مجال ميناطيسي ثابت تمام؟ فبيصاف في المجال الميناطيسي هذا الزك انه مجال ميناطيسي ثابت وبيأثر على الحلقة اللي موجودة بالداخل فلذلك تعمل ملفاته ثابتة في المحرك الكهربائي مغانطاً ثابتة تولد مجالات ميناطيسية ثابتة تؤثر في الملف القابل للدوران بقوة عنده مرور التيار الكهربائي فيه سالب خمسين مرة في الثانية بينما يكون جهد القطب المتعادل سفراً طوال الوقت هاي ما في داعي إليها يعني بزيادة يعني هو قصده إنه هو التيار المتناوب اللي بيجي من البريز تمام؟ نفسه هو بتغير خمسين مرة في الثانية فهي بتأثر في المحرك خمسين مرة في الثانية من خلال طبعاً القطب الحي بينما يكون قطب الجهد المتعادل صفراً طوال تمام؟ فعلياً انتو اللي بتشفوها في المحركات سواء كان محرك صغير أو كبير مش مغانط عادية بتكون ملفات إذا عمركم فتحته الغسالة أو أي جهاز بتلاحظون إيش فيه سلاك نحاس بهاي الطريقة يكون عبارة عن ملفات مثلاً زي هيك تمام؟ بيكون هذا موجود إيش زي هيك مشبوك إيش بسليك بس يدخل فيه التيار الكهربائي بعطيني مغانطيس بيحرك لي والله المروحة وكل هاي تمام؟ فإذا هي فكرتها هاي أول عبارة كما الملفات ثابتة في المحرك الكهربائي مغانطاً ثابتة أو كمغانط ممكن نسميها ثابتة تولد مجرات ملاطسية ثابتة في صفة نفس الإشي ما أثر عليه إشي تؤثر في الملف القابل للدوران تمام؟ هاي ما فيش إلها داعي العبارة وهيك إحنا ما يكون انتهينا من مادة الصف العاشر فصل الثاني بحمد الله طبعاً هذا الفصل السابع كان الفصل الأخير في المادة والله يعطيكم العافية يا رب ويبارك في جهودكم أرجو أن يكون الشرح مفيد وواضح طبعاً أكيد الملف تقدر تلاقوه في الدسكريبشن مع بعض التعديلات مع بعض التحسينات أي شي بشوفه أنا شوي صعب ما في داعي نشرح لكم إياه بحثثه تمام حتى لو موجود في الكتاب والمرة القادمة إن شاء الله رح نحل أسئلة الفصل السابع وبذلك نكون خلص ختمنا المادة بالكامل طبعاً الدوسية بإمكانكم تلاقوها على موقع جو سكول إن شاء الله خلال أسبوع رح تكون موجودة لأي شخص بحتاج الدوسية رح حطها على الدسكريبشن لأول فيديو وفي الدسكريبشن لآخر فيديو تمام؟ الدوسية كاملة من أول درس لآخر درس لا تنسوا مشاركة الفيديو إذا عجبكم وخاصة مع أدلقائكم في الصف العاشر ونراكم في الدرس القادم